اليوم راح اعلمك كيف تقتطع جزء من الصورة او تزيل الخلفية من الصورة قدامنا الحين في درس اليوم ارنوبنا الذكي والكتاب المفضل اليه خلنا الحين نصغر الصورة الشكل الاول نجيب اي كائن ونرسمه فوق ارنوبنا انا خففت تضليل الكائن مسبقا بس اذا ما كان مخفف وكان كائن بلون سادة تقدر تروح تخفف العتمة من خيار الفل من هذا الشريط الحين بعد ما خففت التعتيم وصار كائن شفاف نسوي شوية تحريدات بعد تمام الحين نسوي اختيار الى الكائن نضل ضغطين على shift ونضغط على الصورة الكاملة ونتروح الى كائن او object هنا تروح الى clip set clip او من الصورة نفسها تضغط بالزر اليمين set clip بس احنا الحين نبغى الشكل الثاني وهو ان نقططع الارنب ونزيل الخلفية بالكامل في هالحالة تسوي تراجع تنقرب الزر الفارة اليمين وتروح الى release clip وتشيل التحديد المربع لتحديدنا بتفاصيل اكثر انه راح نروح الى راح نستخدم قلم البزير ونحدد نبتدي تحديد طبعا كونك مبتدأ في هذه الشغلة لا تتوتر وتحاول تشد على نفسك وتضبط النقاط والحدود مية بالمية مع شوية ممارسة راح تضبطها من دون ما تدري اوكي حددنا رنوبنا هنا بس احنا قلنا انا بغى نشيل كامل الخلفية الخضرة في قد شوية تجزاء خلي نكمل تحديد الاجزاء اللي انا بغى نشيلها اوكي حددنا الاجزاء اللي نبغى نشيلها من تحديدنا الاولي نضغط عليها hold shift ضل ضغط على shift عشان يتحددوا ونسولهم توحيد ثم نقطعهم من تحديدنا الاولي اللي نبغى نضغط الحين تضل ضغط على shift ونضغط على تحديدنا تروح الى path difference فرق راح تشوفهم ان شاء له الحين خطوة اخيرة قبل لا نسوي قبل لا نشيل الخلفية الحين نسوي تنعيم الى الحدود صيرة شوية الخطوط حادة نروح الى عقد ونسوي تحديد الى العقد طبعا لا تقعد تضل تضغط حبة حبة راح ياخذ منك وقت نسوي تحديد الى العقد وتروح هنا تضغط make nodes auto smooth تخليهم ناعمين طبعا خد بالك لان تنتبه لان لو سويت مثلا هذي هنا زاوية حاولت تسوي ليها دقيق هذه زبطت لو حاولت تسوي تنعيم مثلا هذي عندنا زاوية شوف كيف الصير فحاولت تنتبه على الزوايا هنا مرة ثانية حاول انك ما تتوقع حاول انك ما تشد على نفسك داما انك في بداية المشوار وتحاول تخلي كل شي مية بالمية شوي شوي اوكي هنا الحين ارنوبنا صار جاهز عشان نقصه نسوي الحين نروح الى ذات الاختيار نختار التحديد ثم نضل ضغط على shift ونختار الصورة الكاملة مثل ما قلت set clip صار ارنوبنا جاهز تحرر ارنوبنا الذكي من الخلفية الخضرة شوف شقد ما بسوت الحين ما في خلفية خضرة راح نحطها الحين في خلفية مليانة جزر وكذا استعرضنا كيف نقططع اجزاء من الصورة او بتعبير اخر ازالة الخلفية من الصورة صحيح ان الطريقة رتيبة وتاخد شوية وقت لكن هذه الطريقة المثالية لضمان تحديد كامل حدود الاجزاء اللي تريد تقصها من الصورة اعمل يكون درس اليوم واضح وسهل انتهى الدرس اليوم بامكانك الانصراف الحين اشتركوا في القناة